يعني كمان النهاردة ذكرى ميلاد العملاق الكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم رئيس النادي الأهل الأسبق وعيكونة الحقيقة الإدارة المصرية بشكل كبير جدا النهاردة يعني يوافق طبعا يوم ميلاده لجند زي ما بيقول أسطورة كبيرة الكابتن صالح سليم الحقيقة اللي حط قصص وحط مدرسة خاصة بالنادي الأهل الحقيقة وتتبعت الأجيال من رؤساء الأندية ومجالس الإدارة وكلها على خط ونهج الكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم يعني أكيد كلنا وجماهير النادي الأهلي والمنطقة العربية والأفريقية حتى على المستوى العالمي كابتن صالح سليم أسطورة كبيرة جدا في عالم الإدارة أول من وضع الحقيقة خطوات عالمية لقطات قدام حضراتكو حتى من اجتماعاته مع فريق كورت القدم في وقت من الأوقات المتابعة الجيدة جدا والقرارات التاريخية الحقيقة كابتن صالح سليم بيستلم طبعا الجوائز على المستوى العالمي كابتن صالح سليم اللي أرصخ الحقيقة قواعد وأرصخ مبادئ كثيرة جدا جدا في النادي الأهلي وكلنا الحقيقة ماشيين على هذا المنهج بجانب طبعا الموهبة الكبيرة كلعب كرة كبير جدا جدا من أوائل الناس كمان اللي احترفوا في مصر الحقيقة في النمسا ده كان على مستوى كورت القدم لعيب فز على مستوى الإدارة حدس ولا حرج وزي ما حضراتكم شايفين متابع جيد جدا وافتتحات على مستوى البنية التحتية كابتن صالح سليم كمان كان شخصية شهيرة جدا جدا في عالم كورت القدم والعالم عامة كشخصية عامة فالحقيقة ذكرى ميلاده النهاردة يعني كلنا بنقول أن احنا على خطى لكابتن صالح سليم مجالس الإدارة المتتابعة على خطى لكابتن صالح سليم اللي زي ما قلت لحضراتكم وكان ليه أثر كبير جدا جدا سواء كلاعب كورة يمكن ما استمرش كتير ولكن كان ليه بصمات واضحة وكمان على مستوى الإدارة يعني كلنا بنفتكروا وبنقول النادي الأهلي وكابتن صالح سليم الحقيقة منظومة متكملة زي ما بقول لحضراتكم الأجيال بتسلم بعضها في سوابت عند النادي الأهلي في مبادئ عند النادي الأهلي كلمة دي ما بتعجبش بعض الناس شوية لكن ده حقيقة واضحة وحقيقة صارمة ان احنا كلنا إذا كنا لعيبة موجودة في النادي الأهلي مجالس الإدارة كل من ينتمي إلى النادي الأهلي في سوابت وفي مبادئ بيمشى عليها النادي الأهلي وده الحقيقة اللي خلى النادي الأهلي دلوقتي من أبرز الأندية على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر